موضوع داعش في أكثر من الحلقة تكلمنا حول داعش وفي كل حلقة نتأمل أنه يتم غلق هذا الملف نهائيا ملف داعش الإرهابي لكنهم على الأسف في كل مرة نشوفهم تعرض جديد وآخرها في ديالة وأعتقد في ديالة الوضع اليوم ما يبشر بخير نوعاً ما وخصوصاً بعد ما شفنا عدد من العشائر العراقية في ديالة يعني أعلنت الحرب على داعش والرد على عملياته مع أنتنا نتكلم أكثر في هذا الموضوع هنا في الستوديو الخبير الستراتيجي والمحلل الأمني الدكتور أحمد الشريف حيك الله دكتور أهلاً والسهلاً بكم الله يحدي الله يحدي دكتور يعني شفنا قبل يومين مقاطع فيديو لمجموعة من العشائر في ديالة مشال السلاح وتعلن مقاومة العصابة الداعش الإرهابية الحقيقة معادلة الداعش يجب أن تقرأ بين زاويتين التحدي والتصدي التحدي داعش من حيث تقييم لا زال يمثل تحدي ولازال يمثل تهديد قائن ولكن كنا نتحدث بعد إذ يبدأ يوم استطاع أن يكسر إرادة المدنيين ويشكل تهديداً وصفناه أن ذاك بالتهديد العسكري على اعتبارها تلمدون استطاع أن يمسك أرض فكان أن ذاك كنا بمسل حاجة لستراتيجية ردع عسكري وبالفعل استراتيجية الردع العسكري أطاحت بداعش كتهديد عسكري الآن داعش يمثل تهديداً أمنياً ما يقتضى أن تكون استراتيجية ردع أمني في استراتيجية الردع الأمني التصدي يكون بأبعاد مركبة لا تقتصر فقط على البعد الأمني والعسكري وإنما أيضاً يحضر فيها البعد السياسي البعد السياسي الذي يتفاعل داخلياً بتحريك فوائل محلية منها البعد العشائري ودور السكان المحليين وإقليمياً لإيجاد حالة توافق إقليمي للسيطرة على الحدود على اعتبار أن الثغرات الحدودية لازالت تشكل تحدي بالنسبة للعراق لأن إمكانية التسلل متاحة لا سيما في المناطق الجبلية والمناطق التي تصف بأنها ذات جغرافية معقدة والتسلل لأفراد ذات قدرات قتالية عالية مهارات في قراءة جغرافية المنطقة وقدرات تسليحية عالية وإن كان عددهم محدود ولكن من حيث التقييم قادرين على أن ينفذوا عمليات نوعية وبالتالي يمثلون تهديد طبعاً أكيد والتهديد واضح اليوم عندنا ولكنه لما نرى عشائر عراقية يعني نعتز بها شائد أسلاح نقول وين جاز مكافحة الدرهاب المواطن يقول وين جاز هل القوات الأمنية صارت أضعف من أن تنهي هذه التعرضات الموجودة؟ أحسنت لذلك نحن ضمن إطار قواعد الاشتباك يجب أن لا نضع خط التصدي والمواجهة والاشتباك مع داعش العشائر أو السكان المحليين السكان المحليين والعشائر ممكن أن نستثمرهم كموارد وطنية وهم كذلك في رفض الدعم اللوجستي لقطعاتنا المشتبكة على اعتبار أنه خط الاشتباك يجب أن يعزز بقدرات تقنية للرصد والاستمكان والعمليات الاستباقية رد الفعل الحصانة التلقائية المتاحة يعني أنا من يطلع لمزارع شاي البندقية ليس مثل ما يطلع مقاتل مدرع في عجلة مدرعة هذا محصن مدرب تدريب عالي مهارات القتالية تتيح إلى في حين حامل البندقية الذي هو المزارع يكون هدف واحد وسهل بالنسبة للتنظيم فإذا نحن ممكن أن نستثمر دور العشائر ولكن كما قلت نعتبرهم كجهد ساند نحتاج بالحقيقة إلى خط المواجهة والاشتباك أن يكون ضمن أطر استراتيجية ردع ننتقي بآليات ما يطلق عليه بسبق النظر في دارة المعركة يعني نتوقع أن داعش ستظهر في ديالة ونبدأ نفترض إذا ظهرت في ديالة ما هو الشكل وطبيعة التهديد ونوعه كم أين سيناور نبدأ نطرح فرضيات ثم نبدأ بهذه الفرضيات نضع حلول ونجيب عنها ما علي أخذ بنظر الاعتبار إننا نأخذ بأسوأ الاحتمالات ونتبنى أفضل الحلول أسوأ الاحتمالات يعني أنا في التخطيص استراتيجي أقول أقول داعش راح يشاغل قد يوصل إلى بغداد لأن ديالة 60 كيلو عن بغداد فممكن أن يتسلل يوصل إلى بغداد قوة قد يأتي طرف آخر يقول له هذا شيء خيالي أنه يوصل إلى بغداد يعني من أوضع احتمالية وصوله إلى بغداد معنى ذلك أنني راح أرفع من منسوب وسقف الإجراءات الرادعة في ديالة للحلول دون وصوله إلى بغداد فلذلك هذا بالحقيقة هذا المفصل لدينا سائب وإلى الآن لا توجد استراتيجية رادعة ودليلي في ذلك الآن البعض قد يشكل على كلامي دليلي في ذلك أنه نفتقر إلى استراتيجية الرادعة هي الحاح في مسألة فليغادر الأمريكا فليغادر التحالف الدولي طيب ان غادر الأمريكان والتحالف الدولي ستحصل لديك ثغرة هل لديك قدرة ملء الثغرة التي ستحصل بمواردك الوطنية الجواب لا ودليلنا ما دمنا نتحدث عنها ظهر داعش وين في الطارمية حزام بغداد والحزام الضامن لأمن العاصمة وهي معقل صنع القرار السياسي يوم حصل الاشتباك قلنا يجب أن نلتزم بقواعد الاشتباك أريدنا أن نستخدم مواردنا الوطنية الـ F-16 كموارد وطني خلي تضرب ما قدرنا نضرب ليش؟ ساعات الطيران المهارات القتالية للطيارين القدرة التسليحية إنها محدودة رد الفعل لأننا عدنا على سبيل المثال سكرامبل تيكوف لطائرات السوبر سونيك دقيقتين يكون هو بالجو وبالنسبة للـ Ground Attack للهجوم الأرضي أربع دقائق إلى خمس دقائق يقدم سناد أرضي يعني يقلع وهو محمل بعتاد وينفذ مهام قتالية لدرء التحدي عن خطوط الاشتباك البرية هذه إحنا ما عدنا فاضطرنا إشيء سوى؟ نتصل بالتحالف الدولي تحالف الدولي أمننا عن طريق الولايات المتحدة طارت طائرة من التحالف الدولي ضربت مرة أخرى صار عندنا بين خط التماس بأربيل ونينوة وفي الإقليم الجغرافية معقدة لنقدر ندفع جهاز مكافحة الإرهاب ولا نقدر نقدم قطعاتنا بريا لأنه تكون في منطقة قدرة الطائرات الكورية أعتقد أن طائرات يابانية أدى أكثر من سبقة أمنا؟ أحسنت، طلعتنا طائرة بريطانية تورنادو عبر الدولتين تفت عبر الدولتين طائرة تورنادو لأنه حجوم أرضي نحتجنا إلى سلاح ثقيل لأنه منطقة جبلية صحة فطلعت بريطانيا طائرة من مقاتلاتها ومن قدراتها القتالية والتي تصنف تورنادو جزء الذي تجزع من الأمن القوم البريطاني تحركت باتجاه تنفيذ مهام لتحقيق ما يطلق عليه بالتكافأ أو التفوق في الميدان فإذن نحتاج إلى استراتيجية واعية تنطلق من المصالح العليا للدولة العراقية بعيدا عن التوازنات الإقليمية والرؤى والتوازنات السياسية نحن لدينا L-39 التي هي قديمة جدا من الصناعات الشرقية القديمة يعني جيل الخمسينات والستينات كل طيارين تخرجوا ومروا بها التي هي ترينيج بين السبسونيك الأقل من سرعة الصوت والسوبرسونيك الأسرع من الصوت وكنا دربنا عليها ودربنا أيضا في كلية القوة الجوية دربنا طيارين عليها هذه L-39 المحدث مالتها L-59 الأكثر حداثها L-159 لماذا؟ لأنه بقل الشب بعد أن تحولوا إلى الاتحاد الأوروبي البرنامج دخلت عليه الولايات المتحدة أصبح الشب روسي المحرك أمريكي حلو وهذه بالمناسبة هذه دلالة على أنه في بعض الأحيان صراع التوازنات للدول الكبرى لا تأخذ نوع القطيعة صح التصالح والتفاعل والصراع يعني في إدارة الصراع هم يتواصلون دبلوماسيا وثقافيا وحتى اقتصاديا وتقنيا يتبادلون هذه الأمور بالوقت الذي هم أساسا تجدهم أنهم أساسا متقاطعين على مستوى المشاريع هذه دول كبرى لديها طموحات على مستوى العالم يعني دكتور يوم أريد أخيرا مدى خطورة داعش اليوم؟ داعش خطير لأي مرحلة؟ لمرحلة ممكن نخاف منها مرة أخرى؟ إذا بقينا على هذا الإسفاف السياسي التبعثر للإرادة السياسية والبيئة التي تؤمن سياسيا تفعيل نشاط داعش وآليات الردع التقليدي نعم داعش لا زال يمثل تهديد إذا يحتاج تحرب سريع سياسي وأيضا أمني في نفس الوقت مع مدعوما باستراتيجية الردع هذه استراتيجية الردع عبارة عن خطط توضع لإجراءات استباقية في هذه الإجراءات الاستباقية يجري تأمين ما يطلق عليه بمستلزمات إدارة المعركة يعني تأمين السلاح والعتاد والمقاتلين الذين يمتركون إرادة القتال وتطوير مهاراتهم القتالية لأنني لا يكفي أنه عنده طيار لابد أن أدم زخمة الطيار كتدريب حتى أرتقي بمهارات القتال يعني أيضا إرادة حلقة نتكلم عن معدات الجيش العراقي وشون أيضا يحتاج المرحلة الصعبة الحالية كتور أحمد أنا جدا سعيد بحظورك ونورتنا اليوم شكرا جزيلا شكرا لكم أعزائي المشاهدين يعني أحلى شيء بالفيديو الذي رأيتناه كلنا بالسوشال ميديا حول هذا العشائر يعني رأيتنا أن العشائر السنية ويقن دائما وسكتنا هذا الصوت اللي يقول أنه داعش يطيها صبغة سنية واضح جدا السنة جد أنطو ضحايا جراء هذا التنظيم الإرهابي طبعا وآخر هذه العشائر الشجاعة اللي هي عافت عملها وعافت شغالها هذا المزارع وراح يقاوم هذه أجهة التكفيرية أعزائي المشاهدين بصوت ويأكوا بناية حلقتنا هذا اليوم انتظروا بحلقات القادمة فيما الله